أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بديوفي في الجزء الأخير من هذه الحلقة أيمن جيلبيرت وزكا أيمن خبارك كله تمام الحمد لله أيضا صبر السراجة زكا صبر وسهل فولك خبارك كله معلش أخرناكم شوية ولكن الحقيقة كانت حلقة مليئة بالإنجازات والبطولات والكثير والكثير من الدعم للنشاط رياضي في ندي الأهلي يعني الحمد لله كل أسبوع معنا كاسا النهاردة ما شاء الله عندنا الحفلة كلها فيعني سهرة جميلة وإحنا كنا قاعدين بره مبسوطين وتفرجوا وكابتن خالد بيستعرض الإنجازات اللي حصلت في النشاط الرياضي كله الحقيقة حاجة تشرفوا شيء عظيم جدا اللي بيحصل تطور كبير في ألعاب كتير ألعاب كتير كنا بعاد عنها زي كرة المايا بس أنا سنين كتير قوي ما بناخدش فيها الدوري وبعدين بنرجع البطولات اللي غابت في السنين اللي فاتت بترجع البطولات اللي موجودة بنأكد عليها وبنستمر وبنحقق إنجازات أكبر في الحقيقة كل الحالة العامة في النادي السندي الحقيقة تستاهل كل جمهور الأهلي يكون فرحان وكله يكون مبسوط وتستاهل حلقة قد دي ومرة واثنين وثلاثة عشان نستعرض كم الإنجازات اللي حصل السندي بالذات الحقيقة حاجة تشرف جدا 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 فألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي والجماهير والكل حد اشتغل وتعب السندي عشان نشوف المنظر اللي احنا شايفينه ده كم الفقوص ده عندك مجلس إدارة داعم وبالتالي يستحق الحقيقة الاحترام ويستحق الكلمات الثناء اللي موجودة عليه في كل حتة يعني كل المسجز اللي جايالي في هاشتاج العوضي في قناة الأهلي كلها الأول بيهني مجلس إدارة النادي الأهلي على الدعم الكبير الحقيقة في الوصول لهذا العدد والكم الكبير من الإنجازات طبعا جابت الإسلام يعني النهاردة زي ما مجلس الإدارة بيتعرض للنقد وكان بيتعرض للنقد لما حتى بعيدا عن كرة القدم ونجحتها في بعض الألعاب الموسم الماضي كان فيه شوية إخفاقات يستحقوا كل الدعم وكل الشكر والثناء أن الناس اشتغلت بشكل سليم نهاردة كل حاجات حطت في مكانها الطبيعي لو كان فيه خلل مثلا في مكان ما تم إصلاحه وشوفنا حتى في التقرير اللي اتزاعت اللاعبين واللعبات وهم بيتكلموا عن إزاي مجلس الإدارة كان على طول مساندهم إزاي الكابتن خطيب كان بيجتمع بيهم من وقت الآخر وكابتن عمري فاروق وتواجده بشكل دائم وكل أعضاء مجلس إدارة الأمانة شفناهم في رحلات خارجية مع البعثات في جميع الألعاب وهنا المباراة كلها النهائيات تقريبا كنا بنشوف أعضاء مجلس إدارة بالكامل موجودين يعني سواء الممثل الرسمي للنادي وكمان أعضاء المجلس موجودين مشجعين يعني مش مجرد بس هم حاضرين عشان الاحتفال مثلا لا للناس موجودة وبتشجع وبتؤازر فدعم كبير يمكن أهم حاجة كابتن خاد العاضي أعتقد ألها من حضرها كابتن إسلام فكرة روابط الأندية عشان خاطر يبقى فيه استثمار واحتراف للألعاب دي عشان تدخل دخل الأندية الرقم اللي كان كابتن خاد العاضي بيقوله في عدد البطولات اللي النادي الأهلي بيلعب بعيدا عن الكورة كل موسم ده حاجة صعبة جدا أن أنت بتصرف على كل الألعاب دي يكفي أن احنا نقول رقم واحد أو نحفظه ثمان تلاف لعب ثمان تلاف لعب النادي الأهلي بيصرف على ثمان تلاف لعب وتمان تلاف لعب دول بيحققوا إنجازات لكن النادي الأهلي نتكلم اقتصاديا هو يعني ما بيرجعلوش اللي هو صرف لكن هو بيستثمر في أبنائه يعني دي حاجة كويسة لكن في نفس الوقت نحن في كل العالم بيبقى فيه تخصصات وبيبقى فيه احتراف عشان خاطر أنت لازم زي ما بتصرف زي ما بيجي لك عوائد فالنهاردة دي حاجة مهمة لازم المواسم اللي جاية ده يبقى شغل شاغل لكل الاتحادات مع كل الأندية الناس كلها زي ما بتصرف ملايين عشان تطوير اللعبة نفسها زي شوفنا النهاردة منتخب مصر موجود في كاس العالم للسلة كرة اليد ما شاء الله كرة الطائرة يعني إن شاء الله تتحسن أكتر من كده فعشان خاطر كل ده لازم يبقى الاستثمار بشكل صح بفيه احتراف عشان خاطر اللي انت بتصرفه يرجع لك واللعبة الألعاب دي تزدهر ونشوف كوس أكتر من كده صبري حنروح بقى لجانب الكرة القدم البعض يحاول إن هو يضع فكرة مجاملة النادي الأهلي للفوز بالبطولة الأفريقية في أدمغة البعض ده إحنا اللي بنتجامل يعني النادي الأهلي هو اللي بيتجامل يعني أي نوع من المجاملات يعني احنا بنشوف أندي بتتجامل في حاجات تانية كتير قوي مش بس في مواعيد متشاط بتتأجل بلا داعي احنا بنشوف أندي عليها التزامات وعليها فلوس كتير جدا للاتحادات والجهات وما بيحصلش أنها بتدفع فلوسها مع ذلك بيقيد لها لعبين في أي نوع من المجاملات هو اللي بيصدر أو الناس بتصدروا أنه بيحصل للنادي الأهلي هل النادي الأهلي مطلوب منه هو راح مثلا يلعب نهاية أفريقيا أو بيلعب ماتش ذهاب وماتش عودة أنه يلعب في النص ماتش دوري مثلا عشان ما يبقاش فيه ما يبقاش فيه مجاملات لايحة ما بتقولش كده أساسا لايحة ما بتقولش كده على أي أساس يعني على أي المجاملات دي يعني كلمة مجاملات دي جات منين ايه اللي تم مجاملة الأهلي به السنة دي الأهلي هيتضغط في ماتشات زي السنة اللي فاتت مكان بيحصل بيحصل طبيعي جدا أن انت لما بتلعب بره أرضك ما بتلعبش ماتش في الدوري بيتم تأجيله دي لايحة بتمشي على الكل كون أن الأندية الأخرى اللي بتلعب فيه بطولات أفريقيا ما بتوصلش الأدوار اللي بييوصل فيها الأهلي أو بيوصا لها الأهلي وبالتالي ما بيتأجلهاش نفس عدد المباريات أو ما بتستفيدش من الجزء دي من اللايحة لأنه ما بوصلوش للأدوار دي في البطولات ده مش زان بالناد الأهدي ده مش معناه ندي الأهلي بيتجامل ده معناه أن الحريب أصلا ما بتقدرش توصل للحتة دي فما بتستفيدش بالليحة دي مشكلتك مش مشكلتي يعني فين هي المجاملة يعني كلمة مجاملة دي كلمة صعبة قوي ولو انطبقت على الناس فهي بتنطبق على عندها تانية مش بتنطبق على النادي الأهل نحن ممكن نعد أسباب كتير قوي نقول إن الأهل كان بيوضع قدامه عراقيل بس إحنا أكبر من إنا نتكلم في حاجة زي دي إحنا الحمد لله بنقدر نتعدى الصعاب دي ونتعدى العراقيل دي والحمد لله بنحقق التارجت اللي إحنا عايزينه إذا أخفقنا في سنة في السنة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها بنقدر نحقق التارجت إنما قصة إن الأهل بيتجامل الحقيقة إنها بقت قصة أو الكلام اللي بقى بيطلع بالشكل ده الحقيقة إنها بقى كلام يعني من كدر ما هو أنا آسف سخيف بقى بيدحك يعني مين اللي بيتجامل يا جماعة يعني بصوا بصوا بصة بسيطة كده وشوفوا الأندية الأخرى وبيحصل معها إيه وبيبقى عليه مش مفروض مثلا إن هو قيد لعب أو ممنوع من القيد ومع ذلك أنت بتحلله مشكلته عشان بطرق أنا آسف برضو ممكن تكون ملتوية إنما ده اللي بيحصل فمعلش لو في حد بتجامل فأكيد هو مش النادي الأهلي خالص يعني طيب على الجانب الآخر فاز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية ومن بعد فوز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية وحتى الآن أنا بتيالي نحن معدراش لعيبة نلعب بيهم بكرة من كتر اللعيبة اللي مشيت واللعيبة اللي النادي الأهلي مش عارف يتعقد معاها واللعيبة اللي إيه يعني كم أخبار وكم شائعات كبير جدا وكثير جدا يعني حاجة آه فعلا غريبة أنا هتحس إن كان فعلا أهلي بكرة أو يعني هيكمل بيت الدوري بكرة النهاردة آه النهاردة من غير اللعيبة والآخر كابتن سيد عبدالحفيز لما طلع هتكلم قال لي إن العرض الوحيد اللي موجود يخص حمدي فتحي قال لي لعيبة تانية ما عندناش لي عروض فخلص المفروض الموضوع إيه يتقفل على كده لما يبقى في عروض هيتكلم لكن احنا تقريبا كل يوم الصبح وبالليل والدور كل البرامج ملاحس سيرة غير فلان جايله عرض فلان ماشي فلان مش عايز يجدد فلان يعني وكي إن فعلا الناس مستقترى على النادي الأهلي وجماهيره إن هم يفرحوا بالبطولة وإن هم يعني إن البطولة جاية سبحان الله كابتن إستاذ البطولة دي جاية تقريبا في آخر السنين دي أول بطولة النادي الأهلي لما يكسبها يبقى بعدها في فترة راحة يبقى بعدها في فترة تواقف يعني التسعة بحلوتها وجمالها بعدها بيومين لعبنا وبعدها بيوم إيه ده يوم التاني لعبنا سيمي فاينال كاس مصر أمام للتحاد السكنداري العشرة رجعنا اللعيبة راحت الأولمبيات وإحنا رجعنا لعبنا دوري فنكسب كاس مثلا تلاقي أنت أصلا تلعب في نص دوري تكسب سوبر ترجع تلعب كده لكن البطولة دي حلوتها أن أنت جمهور نادي الأهلي كان عنده متنفس لعب نادي الأهلي نفسها عنده متنفس نادي تحتفل بإنجازها فتقريبا ده سبب للبعض مشكلة أنه يعني لا ده ده كمان هيفرحوا ده كمان هيبسطوا ده كمان هيعودوا على السوشيال ميديا يعددوا في الإنجازات ويغنوا سطلانة ويعملوا كليبات لا أتعالى ندرب كورسي في كلوب كورسي في كلوب ده إيه؟ أن اللعيبة مشية اللعيبة مش هتجدد المجلس الإدارة مش عارف يدرس إيه وكأن الفرقة كلها فجأة فتتت أن أنت فعلا يعني بالكلام اللي بيتقال في الإعلام تحس أن بكرة قيمة بكرة ممكن تبقى فرقة عشرين سنة مثلا إلا هتلعب من شاء الله فيه اتنشر لعيب احترفوا في الأسبوع اللي فده تحس من القولك وحسيت أنه رفضين يجدده جلوه معروضه ومشيين والأهل يوافق على رحيل فلان وعلانه حاجة صعبة جدا يعني شيء غريب جدا منذ فعلى مستكتر اه هو منظر ده خوف يعني متعب برس كفير لا مرضيش حط كقوس أكثر أو فيه كتر من كده بكتير اه كفاءة الصورة اللي على السوشيال الصور دي او الكقوس دي احنا ممكن عندنا ضعفة تقريب أوضع فنها يعني هي صورة متعبة يعني هي صورة متعبة أكيد الناس في ناس بدايئة فعلا أكيد مع النهاردة كل شوية أكيد الأكتر مبسوطين هو البعض بقى بيحاول يعمليه جرك بقى للمعركة دي لو ايه تعال رد علي وتعالى على السوشيل ميديا بقى نشوف لدرجة أن البعض حل الأغنية سطلانة دي دي معمولة عشان قدر تدايق مع أن الأغنية دي أغنية فيلم يعني نازل في العيد أغنية ناس مبسوطة بيها وبتاع فلا أكيد بتتريق بيها على حد محدش تريق بيها على حد ولا جيف بيها جنب بعد بس يلا الحمد لله خلال مباراة حرس الحدود مباراة حرس الحدود واحدة من أنا وجهة نظري من المباراة الصعبة جدا جدا اللي بتأتي في وقت صعب جدا صعبا أن المنافس أو نادي حرس الحدود خلاص ما عندهش ما يخسره يعني اللعبة بتلعب دلوقتي عشان تثبت أن هي لعبة كويسة تقدر تلاقي فرص في الدور المنتز وهم عندهم أكتر من لعب كويسة الحقيقة ففرقة نازلة بلا ضغوط ما عندهش حاجة تبكي عليها نازلة عشان تلعب كورة كويسة وفرصة ويندو كبير قوي أن هم بلعبوا قدام نادي الأهلي والنادي الأهلي جاي من بطولة أفريقيا والناس الجمهور بكرة رايح يحتافل وبتاع فيلا نعمل مطش حلو قدام الأهلي فهتبقى مباراة صعبة خصوصا كمان نحن عندنا غيابات كتيرة يعني في استبعادات كتيرة كولر مستبعد حوالي تسع لعيبة منهم كهرباء ومنهم محمد هاني ففي لعيبة كتير مرياحة بكرة فأعتقد أنه حقيقة مش هيكون فعلا مطش سهل لكن قادرين إن شاء الله أن احنا نحقق تلت نقاط ونستمر في مسارة الدولة العظيمة اللي احنا عملينها السنة دي لكن هتبقى طبعا مباراة أي مباراة طالما لسه ما تلعبتش فهي مباراة مهمة ومباراة قوية المنافس متضمنش حالته هتبقى عاملة ازاي متضمنش حالتك أنت كمان هتبقى عاملة ازاي فنتعشم إن إحنا بكرا نشوف مباراة حلوة خصوصا تانين الفرقة أو حرص الحدود ما عندهش ما يبقي عليه وهيبقى نازل يلعب باستمتاع يعني هو مش مش حاطت في حساباته النقاط إن هو نازل يستمتاع باستمتاع بذيك ما مش بالذات، نسخة يقول له لي. فيه ناس ممكن تقول لك خلاص هو كده كده هالدوري جاي. مش حاجة اسمها كده. انا شخصية مش مع هالك كلام. خلص الخمس ماتشات دول وبعدين الماتشات اللي بقى يا بقى ابدأ بص على العيبة جرب شوف اعمل كل اللي انت عايزه ادي اجازات. يعني بس خلص بدري وارتاح يعني. فان شاء الله نبدأ بكرة مرحلة بقى ان احنا نخلص الدوري يعني. أي من اهم الارقام اللي قدر نتكلم عنه هنا؟ يعني لو هنستعرض ارقام حرس الحدود من المنافس النادي الاهلي يعني هي ارقام ضعيفة. فريق طبعا حرس الحدود من الفرق التاريخية في الدوري. ولكن هو نتكلم ان هو تقريبا كلينيكان هو هبط. يعني حسبيا بكرة ممكن حسبيا يبقى هبط. لو النادي الاهلي ان شاء الله كسفة. فلو استعرضنا يعني ارقام حرس الحدود هنلاقي ان هو هجوميا فريق ضعيف. بالنسبة لعدد الاهداف فريق جاب 16 هدف في 30 مباراة. معدل قليل جدا استقبل تقريبا 39 هدف على مدار الموسم. 16 الاحرازهم دول في يوم سبع ضربات جزائر. اه يعني فالنهاردة فريق حتى الاكسبيكتد جوز طاعته مش كتيرة لهذه الدرجة. فلا فنيا حرس الحدود للامانة بيقدم نسخة سيئة. هما يعني كابتن احمد ايوب كان المدير الفني لفترة طويلة. كان معهم في 27 مباراة في الدوري. حاليا مسكهم الكابتن احمد ميكي. لا مهم اربع مراته وحقق نتائج جيدة. محمد ميكي. محمد ميكي عفوا حقق نتائج جيدة. بالنسبة له يعني لما يتعادلوا مع الدخلية كان منافس ليهم. خسروا من بيرامدز واحد صفر بس تقريبا في الديئة الأخيرة. فلا يعني هو حرس الحدود للامانة رقميا. فريق مش قوي في الموسم الحالي. ولكن زي ما صبر كده يعني هو هينزل مباراة. للموت عنده لعيب برضو لو نقدر نستعرض ارقامه مصطفى زيكو. ده واحد من اميز اللعيبة في الدوري هذا الموسم. نضم للمنتخب فيتوريا. نضم للمنتخب عنده رقم مميز جدا. تلاتة وخمسين مروغة صحيحة ده بيخليه. زي عارف كده كابتنسان بنقول ملوك الترئيس في الدوري. مصطفى زيكو واحد من ملوك الترئيس في الدوري. بيرقص حلو بيلعب على الجون كويس. جايب ستة اهداف في الدوري. لعيب مميز الناس كلها ببص عليه. اعتغلوا برضو. جايب ستة وصنع تلاتة فهو فيه تسع اهداف من ستاشر جلج. فده رقم كبير. فيه رقم كمان يخص الهجوم أو الهجوم بتاع نادي حرس الحدود. وهم انهم على مستوى صناعات الفرص والتهديف. هم سجلوا ستاشر. إنما الأسستات تلاتة. فده يوضح لك قدية هم فرديين جدا هجومين. يعني كل اللعيب قدام بيحاول ان هو يعتمد على نفسه. خصوصا زيكو. زيكو قدي موسم هايل جدا من أحسن صناع اللعب الحقيقة في الدوري. ولو كان في فريق أو حرس الحدود كان واقف على رجليه السنادي. زيكو ده كان هيظهر بمظهر مختلف تماما. نسبة مراوغاته كويسة جدا. قياسا بالظروف اللي هو بيلع فيها. مساهم تقريبا في نص أكتر من نص عدد الأهداف اللي فرقته مسجلها السنادي. فهو الحقيقة لعيب مميز جدا. وقدم موسم محترم. وأعتقد ان هو حي. وممكن يعني زي ما انت قلت. هو هياخد كابتن إسلام المباراة بتاعة الأهل دي بكرة. النهاردة عفوا. انها بالنسبة له تبقى فرصة ان هو يسوق نفسه بشكل جيد. ويرجع. تاني يعني ينضم المنتخب فكرة ان العيب في عرس الحدود. بالإمكانيات والظروف دي. ياخد عين فيتوريا ان هو يضمه لقائمة المنتخب. فدي حاجة كويسة لي كلعب. وان هو واضح ان هو جاي في الفترة اللي جاي في الكرة مصرية. مين أهم العيبة اللي مريحهم بكولر بكرة؟ كهرباء محمد هاني. طبعا فيه إصابة محمود متولي. فمحمود برضو مش. ثلاث أسابيع عبا. ثلاث أسابيع فبردو محمود متولي مش موجود. فيه لعيبة بقى يما غايبة الإصابات. إنه أبرز أبرز ناس مريحين بكرة. هم محمد هاني وكهرباء اللي هم مهاجم الأساسي. والباكرايت الأساسي عندك دول بكرة مريحين. متولي برضو اعتبر مدافع أساسي. فهو برضو بكرة مش موجود. الباقي فيه كريستو لسه مجيش من تونس. فيه رقفة خليل. فيه حوالي هم التسعة العيبة بالظبط بكرة. مستبعدين من القيمة يعني. طيب. على الجانب الأخر هل ترى أن اللي قال لي حيلعب بطريقة المعتادة؟ ولا حيستنى؟ ولا حيعمل إيه بكرة كلها؟ لا يعني أعتقد أن كولر يعني هينزل وعايز فكرة تخلص الدوري على طول. على قد ما يقدر. هي الطريقة المعتادة بتاعته. لو حتى زي ما حتى الراحات اللي إحنا سمعينها. بنتكلم في كهرباء ومحمد هاني. حتى اللي هيلعبه مكانهم إن شاء الله. أساساً رجليهم في الملعب. في الملعب على طول. تسع أهداف. واحد يعني فرق بينه وبين. ما بلوله مهاجم الاتحاد السكندري. أعتقد تلات أهداف في هدفين الدوري. بعد الدقيقة ومبرايات أقل. أقل منه. طبعاً. وكما الأكسبكتد جولز بتاعته عشر. يعني من عشر أهداف متوقع لمحمد شريف هو سجل تسع. فده معدل مميز جدا لمحمد شريف الدوري. أتمنى أنه يبني عليه ويكمل عليه. لأنه حرام يعني حرام هو بيروح كتير على المرمى. لكن ساعات كده فيه انفراضات بيضيع حتى هو في الدوري. بنقول كده لا إيه. وانا وانا الواحد الواحد لما بيروح على المرمى بضيع ثلاثة. فده كتير. لمهاجم النادي الأهلي هو بيبقى كتير. الناس ممكن تنتقد الحتة دي. لكن في الآخر يبقى أنه مهاجم النادي الأهلي. ادى بالهجم هدف الأهلي في الدوري في النادي الأهلي الأقوى هجوما. يعني برضه لو أن يستعر لالتصاعد أن أعرض على الأركام الأحلي Senate الأهلي أكوى يجب من 45 هدف بließ أحطان الآرقون الشبابات لدفوق م python التصاعد Departida بال awakening بيرامج مع النادي الأهلي كأقوى أجمي لكن النادي الأهلي لعبدп SIT مباراة أكثر من النادي الأهلي. اه يعني النادي الأهلي عندما يصل إلى ست مباريات الفارِق ه millennials اقتيت بكتير. طبعا هيعدي. اذا لو مجابش ولا جوه? لا. صحب قوي دي. طبعا صحب جيد. اه. يعني مفروض ده عنا لسه مستنيين عايزين نحط الدوري هنا كده في الحتة الفاضية دي. ان شاء الله يعني. طالما لسه مجاش. اه اه انا بقول يعني احنا مستنيينه فلازم نجيب اهداف. اه سبع اهداف بس دخلوا في مرمى النادي الاهلي في رقم برضو ممكن يبقى من الارقام يعني في نهاية الموسم لما نستعرض لما نستعرض ارقام النادي الاهلي ان شاء الله بازن الله في نهاية الموسم نلاقي ان يعني بص 45 هدف في 24 مره رقم كبير. كمال الاهداف المستقبلة بقولك سبع كابتن اسلامي يمكن في 2005 جيل بتاع حضرتك. الرقم ده كان قريب بعدد ماتشاط يمكن كان اقل شوية وقتها لكن كان برضو الجيل بتاعك لما حسم الدوري كان داخل فيه تقريب ممكن يبقى نفس عدد الاهداف ده او يعني يا اكتر سنة يا اقل سنة حسب الزاكرة. فلا الارقام سنة دي مميزة جدا. فخمس مباريات متتاليين كده في الدوري نقدر يعني ان شاء الله على مباراة الاتحاد السكندري تقدر تكون اهداف نسبة الاهداف المتوقع استقبالها 37. يعني حكا ممكن يخش في النادي الاهلي 37 جول. لكن دخل فعليا سبعة. الفعليا سبعة ده هنا بيأكد لك المنظومة الدفاعية. وقف على رجليه كمان لما لو عد اللي بيعدي المنظومة الدفاعية دي بيصدم بحارس قوي. عامل عدد مباراة كلين شيت كبير جدا. فان شاء الله لأ النادي الاهلي بكرة يلعب بطريقته المعتادة. وان شاء الله نحسم المباراة بشكل سريع. عشان خاطر لعابة الاهلي محتاجة تريح. لان شوفنا مبارح دكتور رحمة ثابت وكريم سعيد مع حضرتك. وهما بيستعرضوا مبارايات النادي الاهلي النوسم اللي جاي. عددها عامل ازاي. واحد وسبعين. يعني لو وصلوا كل الناحيات يعني. فالنهارده انت اكيد احتاج في النص ان انت لعبتك تعمل لها روتيشن بشكل معين. وتريح وتلعب بلا ضغوط يعني. طيب اخيرا برضو صبري. نعرف ان احنا وقتنا كالولاية ولكن يعني الساعة تبقى التلاتة خلاص. فدخلين على الفجر زي بتفكرني بأيام مودرن وكابتن. عموما اخيرا يعني كيف ترى المباراة هل هي مباراة دفاعية فقط من حرس الحدود وهجومية فقط من النادي الاهلي. ده ما اعتقدش ان حرس الحدود هينزل يدفع بس. زي ما قلنا في الاول هو نادي هو خلاص هو نازل ينبسط يعني. واللعيبة توزير نفسها. فاعتقد انهم مش ممكن يعني حتى لو ابتدوا بتحفز شوية. انما مش هيستمروا متحفزين طول الوقت. اللعيبة نفسها ممكن تبدأ تتحرر في الملعب عشان توري امكانياتها اكتر. اهم فاترينا اليوم في الموسم ده. وماتش هم ماتش الاهلي يعني. فاعتقد انهم يعني مع الوقت يبدأوا يدخلوا في الجيم ويفتحوا الجيم اكتر. يعني مش هيفضلوا متحفزين طول التسعين دي. اعتقد ان الاهلي بكرة مش هيبدأ بفول تيم. هيبقى في راحة لبعض اللعيبة. او على اقل مش كل التركيبة. هتبقى التركيبة الاساسية في لعيبة. ما اعتقدش ان الشحات وتاو والناس اللي هي شركة وعبد المينة. كل اللعيبة اللي هي لعبة عادة دايق كتير الفترة اللي فاتت. ولعبوا مع المنتخبات كمان. ولعبوا مع المنتخبات راجعين من مباريات دولية. ولعبوا ماتشاط عادة دايق كتير. فما اعتقدش ان هو بكرة. اللي هيبدأ فيهم مش هيكمل لنهاية المباراة. واللي هيقعد على الدكة هيكون على حسب ظروف المباراة ممكن يشارك شوية في الشوت تاني. انما الاهلي يعني هيبقى فرصة قدام حرس الحدود بكرة انه مش هلقى الاهلي فول تيم في او بقوته الدربة طول التسعين دقيقة. وده ممكن يجرق لعيبة حرس الحدود شوية انها تبدأ تدخل في الجيم يعني. ايمن برضو هل انت مع كلام صبري في ان الحرس هيلعب بشكل او يعني شان احنا بنلعبش في فول تيم معرفة. مع ان انا شايف ان اي حد هيلعب فريد الاهلي من المجموعة الخامسة عشرين او تلاتين واحدة اللي موجودين. لانه ده حصل خلال الفترة اللي فاتت بالكامل. طبعا. بمعنى انه اي مباراة في اول سبع تمن عشر ماتشاط كان كولر بيغير كل شوية. بيغير في الهجوم كتير. كنا حتى مع حضرتك هنا بنبقى في حيرة. مين بكرة مين بكرة انحرس الحدود فعل يعني رقميا بكرة. لو خسر من النادي الاهلي. هو هيبقى رسميا هبط. خلاص ما عندوش فرصة تانية. ولسه ما هبطش. اه يعني اه رقميا ما نقدرش نقول. يعني ما نقدرش لان لسه عدد المباريات اعتقد لسه فيه. يعني عنده امل بسيط. لو لازم يكسب النادي الاهلي يكسب كل الماتشاط دي والفرق. اصوان بيقع. مش عارب مين يقع عشان يخش حتى حزبت مواجهات مباشرة. يعني قصة كبيرة كده. فلكن ما نقدرش نقول رسميا انه هبط يعني. بكرة هيبان. بكرة هيبان. لو انني الاهلي كسب ان شاء الله يبقى خلاص. فالنهاردة هو ممكن يجي في بعض الوقات. هو عايز اتحرر. اه ابين قدرته. يمكن اه مصطفى زيكوي يعمل له ترقسطين. اه في المباراة يسجل هدف. فيبقى حاجة جمالية لي. فاكيد هيوص ممكن يوصلوا مرحلة في المباراة. ان هو يحاول يلعب لعب جهة. لكن اعتقد هيبقى في الاول هو متخوف. ان هو يلعب. مفتوح. يعني النادي الاهلي بقوطه الهجومية. يستغل ده. فيينهي المباراة مبكرا بنتيق بسكور. صحيح النادي الاهلي الحمد لله. الموسم الحالي. عالج ظاهرة. كنا احنا بنتكلم فيها كتير الموسم الماضي. كابتن هدف المتوقع بتاعتنا بنستغلها بشكل اكبر. فدي حاجة المدرب حسنها. واللعيبة نفسها حسنتها. فدي نقطة اجابية في النادي الاهلي. مباراة كتير السنة دي. انهيها الشرط الاول. مباراة كتير السنة دي. كنا بنقول كده سلسيات الاهلي مع كولر. عدينا كده هتلاقي ممكن تخش في عشر مباراة في كل البطولات او اكتر كمان. فاعتقد الحرس هيحاول انه في الاول ما يفتحش اوي. لو حسن المباراة او النادي الاهلي مسلا مجهد شوية لعيبة لسه مش ما رجعتش في المود بتاع الدوري. اوي ممكن يحاول انه يبغت زي طلاق على الجيش كده. هو في الاول الدنيا ما قفل قفل. بعد كده النادي الاهلي حتى جيش رط تاني جاب جون. الطلاق كان بيحاول. بس الماتش ما فتحش منه. اوي. فممكن الحرس يلعب. لو تحفز في اول مباراة ده هيكون على العكس طبيعته طول الموسم. يعني هو اقوى اوقات المباراة بالنسبة للحرس لحدود طول الموسم هي اول ربع ساعة. يعني قلنا ان هما سجلوا اكتر اهداف. هما سجلوا 16 جول طول الموسم. سجلوا سبعة اهداف في اول ربع ساعة. وتاني اكبر او تاني احسن وقت هما بقدوا فيه اول ربع ساعة من شوت تاني. يعني هما دايما بيبدأوا الشوت كل شوت بشكل قوي. سجلوا في الشوت الاولاني في اول ربع ساعة سبع أهداف وسجلوا في أول ربع ساعة في شوت تاني ثلاث أهداف يعني عشر أهداف من الستاشر اللي هم سجلون كانوا في أول ربع ساعة من كل شوت فهما دايما بيبدأوا بقوة وبعدين يبدأوا ينكمشوا ويتراجعوا فهو لو بدأ بكرة بتحفظ ده هيبقى على عكس اللي هو متعود يعملوا طول الموسم عشان كده أنا متخيل ان هم بكرة هينزلوا لأ هم يعني هينزلوا فكين شوية يعني عايزين يلعبوا كورا وعايزين يكتابه بطل أفريقيا ولو جاب جول لو قدر يجيب جول زي ما هو تعود في يعني زي ما بنقول كده هو سجل سبع أهداف في أول ربع ساعة فهو هيبع عنده أمل ممكن يحط جول في أول ربع ساعة فيصعب المتش على الأهل ليه حتى لو المباراة خلصت اثنين واحد للأهل ليه خلصت واحدة يعني حيطلع شكله حلو في الأخير فأنا مش متخيل ان هم هينزلوا يدفعوا تسعين ديئة مع يعني عموما أنا انتظر بكرة إيه اللي حيحصل في هذه المباراة اللي أنا بشوفها مباراة صعبة جدا 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 أنا بشكرك جدا يا صابري على وجودك معنا شكرا جزيلا نعم على وجودك معنا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وطبعا دي كانت حلقة نهاية الأسبوع النهاردة زي ما حضراتكم شفتوا حلقة طويلة جدا جدا ولكن في النهاية استطعنا أن نحتفل ولو قليلا بإنجازات النادي الأهلي في ألعاب أو الألعاب الأخرى الحقيقة وألعاب النشاط الرياضي بالكامل بعيدا عن كرة القدم الكل كان يستحق الاحتفال والكل كان يستحق الشكر والإنجاز أخيرا شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي على هذه الإنجازات الكبيرة اللي اتعملت خلال سنة حتى الآن القادم أصعب القادم إن شاء الله جمهور النادي الأهلي يقف كالعادة مع إدارته ومع أجهزته الفنية في كل الألعاب أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله تقم مع حضراتكم يوم الحد القادم وحلقة كديدة من البيت الكريم